شكراً 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 فيها فبالتالي معايا زي الكحت كده بس زي الكحت بس انك بتجيب البازالير اكد انك دخلتها في تمام يا دكاترا اللي كان رفع ايده عشان لسه في حد رفع رفع ايده ففي مشكلة لسه فرح ولا ايه ممكن برضه حداشر كمان كمقارنة بينهم ايه برضه اوكي تمام طيب نيجي بقى على حداشر هي نفس العيانة ايه تيبي خمسة وخمسين سنة والبيانة ايه برضه عالي وان كنترول دايبيتوس وشازة اندرغان تو كورونا ريستان انتكينج بلافكس بلافكس ده لونج اكتنج انتكو اجلونت فبالتالي دي ما ينفعش تدخلها اي سر ولا حتى كحت لان لو جيتك حتى حيبقى عندك نوافير ده مش هتسكت فما ينفعش عيانة تبقى ماشي على انتكو اجلونت ولونج اكتنج ادخلها العمليات احنا حتى لو كانت ماشية مثلا على كليكسان اللي هو شورت اكتنج بنبطله 24 ساعة قبل العملية لو ماشي على اسبرم بنبطله اسبوع قبل العملية البلافكس ده باري لونج اكتنج فماقدرش ادخلها العمليات خالص فكده يبقى حنختار اي option ما فيهوش عملية تماكسفن طبعا لا ده بيجيب لها عندنا ميرينا مع عينا بجانة هستريكتومي دول تلاتة عمليات فحبعد عنهم فبالتالي ما قدميش هنا للعيانة دي غير ميرينا بس اي تمامي تورن ماليجن فبركب لها الميرينا لكن افالو اوب افالو اوب ازاي ان هي يكون البليدنج عندها دي حاجة الحاجة التانية فاعملها ultra sound واشوف الاندوميترية تيكنس لو الاندوميترية تيكنس لقناه خمسة فما اقل يبقى كده شيئز ريسباندنج للماديكال تريتمنت او للبروجستيرون اللي موجود في الميرينا فكده اوكي لكن لو لقينا ان هو لسه برضو عليها بلينيج او الاندوميترية تيكنس اكتر من خمسة يعني هي شيئز ناط ريسباندنج للميرينا فحنتطر بقى نشوف مع دكاترة الباسكولر نحن نوقف البلافيكس عشان ندخلها العملية معاي دكاترة؟ مش ممكن من البداية ان نرجع لفكرة ان نحن نحاول نوقف البلافيكس لو نعملها حتى لو ما هي اصل خلي بالك لان العينة دي انت لو قفت لها البلافيكس هي ممكن يجي لها دي بي تي و بالمونري امبوليزم يعني هي مشى عليه لسبب ما فبرضو هاي ريسك انك توقف هلها فانت دكاترة الباسكولر مش بيوقفوا بلافيكس هما بيقلبوها على حاجة زي الكليكسان اللي هو شورت اكتنج بحيث ان هما بس يدوب بنوقف 24 ساعة قبل العملية لكن ما تقدرش انك انت يعني هما بيعملوا تيرن اوفر ما بين البلافيكس و الحاجة زي الكليكسان اللي هو الانجكشن عشان نقدر الانجكشنز دي يعني وتفضل فترة ماشي على الاثنين اوفرلاب مع بعض ملقى الكليكسان وبعدين نوقف لعبة الكليكسان وترجع على طول بعض العمليات تتضبع 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفاندم يعني أبطأ حاجة بسيطة عشان نلحق نشوف مراسئلة من حضراتك وانا مشين عشان لو كنتم علم مالحاجة بقى منتبه مع حضراتك طب انت يعني انتوا قفين عند رقم كام عشان ابتدي فين احنا مش منحل مع بعض انتوا متصحيين وانا كده ماشي بسرعة عليكم انا مجرد ان انا بقرأ الكي دكاترة محتاجة حد يقول لي اي حاجة عشان اعرف انا يعني يعني احنا دلوقتي ابدأ من رقم كام 14 لو ممكن تاني يعني نشرح 14 اصدق لا لا انا بس كنت عمي تسوال 14 فحضرتك 13 ماشي 13D 14C 15C 16A 17D 18D 19B 20B 21C 20 يا دكتور 30 year old هالسوربايكل سمير احنا عندنا السوربايكل سمير دكاترة اللي هو الباب سمير ده سكرينيج لو تلعت لنا على زيل او دي بنعمل لها لان حتى لو سدناها الوحدة على فكرة اكتر من 75% بيريزولف الوحدهم لكن لو دينا لها حاجة ونرجع نعيد الباب سمير تاني بعد من 3 ل 6 شهور عشان نتطمن ان هي رجعت back to normal لو back to normal خلاص لو لانها لسه زي ما هي ممكن نعمل لها كوتيرايزيش طيب لو الباب سمير تلعت هايزيل او high grade squamous intraepsylian lesion دي لازم على طول نgo for colposcopy and biops يعني ده float chart بتاع الباب سمير لو low grade squamous intraepsylian lesion دي بنعمل لها medical treatment وfollow up بباب سمير تاني بعد 3 ل 6 شهور لو high grade squamous intraepsylian lesion دي بنgo for colposcopy and biops طيب هالعينة دي طلعت lyzyl فحنا عمل لها ال prophylactic vaccination لا طالما ان هي عندها الليجين already فمش بندي vaccination احنا بممكن بندي vaccination قبل ما يكون عندها lesions اساسا يعني الواحدة teen age لسه يعني ما فيش لسه sexual life او حاجة يبقى ساعتها هي اللي ممكن تاخد الvaccination بس وانس النهاية دخلت في sexual life وكمان جالها lesion يبقى اوفر medical treatment on pap smear follow up after three to six months اب الزبط هو ده اللو جريت سكويمس intraepsyllia lesion بندلها medical treatment اللي هو treatment of infection وبعدين بنعيد pap smear تاني بعد ثلاثة لست شهور عشان نتطمن ان هي رجعت back to normal refer to colposcopy لا كنت حرف refer to colposcopy لو كانت high zeal او high grade squamous intraepsyllia lesion repeat pap smear بعد اتناشر شهر repeat بعد ثلاثة لست شهور بعد يا اما medical treatment اما حتى لو معاملتش medical treatment برضو repeat بعد ثلاثة لست شهور عشان اشوف spontaneous resolution repeat after 24 months لا احنا بن repeat بعد ثلاثة لست شهور يا اما spontaneously من غير ما تديها medical treatment او لو ديتها medical treatment تمام ماشي معنا يا دكاترا واحد وعشرين سي اتنين وعشرين اي تلاتة وعشرين اتنين وعشرين and asymptomatic 17 year old gravida one para zero at 16 weeks gestational age يعني هي دلوقتي primary gravida عندها 17 سنة وحامل 16 أسبوع في second trimester present for her first anti-natal care urine culture مطلعة اكتر من 100 الف gram negative bacteria الdiagnosis هي asymptomatic وبعدين لما عملنا لها urine analysis لان روتين في البراجنسي بنعمل كل شهر CBC ويورين analysis حتى لو هي مش symptomatizing باي حاج عشان لو عندها anemia she has to be treated ولو عندها برضو حاجة اسمها asymptomatic bacteria she has to be treated فطلع ما عندنا بكتيريا اكتر من 100 الف بقدها اسمها asymptomatic bacteria وليه قلنا asymptomatic لان هي asymptomatizing لو كانت جاية لنا بقى dysuria وfrequency وكده كانت حتى تبقى cystitis او urinary tract infection لكن هي اصلا اللي عينة asymptomatic فبالتالي بنسميها asymptomatic bacteria اوكي اجلنا اعمل اي فحصات تانية افندا اجلنا اي فحصات تانية لها الروتين ما هي احنا عملنا لها دلوقتي urine culture طلعت gram negative bacteria فالمفروض ان culture بيقوم معه sensitivity يعني يقول لك ايه الانتيباطك اللي هو خاص بالانفكشن ده بيبقى panicellin او ampicellin طالما gram negative bacteria بتبقى ampicellin فطالما انه ينفع يتخد during pregnancy فبندي لها treatment ka outpatient يعني ampicellin كل 12 ساعة 23C دكتور عندي سؤال واحد وعشرين فاطر في كم واحد وعشرين او واحد وعشرين ديسنيا يعني ايه الحاجات من دول اللي هي cardiac changes during pregnancy ديسنيا الحوامل اللي بيبعندهم ديسنيا during pregnancy عشان اليوترس ممكن انه بيعمل لهم شوية فبالتالي ممكن يبعندهم ديسنيا systolic murmurs الفunctional murmurs دايما systolic لكن لو عندنا اليوترس هي لو هي كبيرة لا يعني اليوترس لما بيكبر بيبعوا حتى هما اليوترس لما بيكبر بيبعندهم ديسنيا وعندهم hyperventilation من الprogesterone ديسنيا وبيبعندهم كمان تكيبنية وhyperventilation كprogesterone effect وهو ده مش ديسنيا يعني هما بيبعندهم ديسنيا من الpressure بتاع اليوترس حتى ما بيناموش كده ثلاث هي بتبقى نايمة 45 درجة ده في أواخر الحمل فده normal finding during pregnancy والsystolic murmurs برضو normal لأنه functional murmur لكن dyastolic murmurs دول organic يعني organic يعني بيكون في lesion في الفالفز فده كلمة organic لكن functional ده يعني لو هي عندها تاكيكاردية ده اسموهم functional murmur لو مثلا عندها اسموه hyperthyroidism عندها أنيميا كل دول بيعملوا لهم functional murmur عشان الhyperdynamic circulation لكن الdiastolic murmurs هم دول اللي بيبقوا دكتور أنا مش تمام حضرته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 أنا اشتركوا في القناة أنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 30A 31D 32E 33D أفندا؟ نحن لدينا في الـ 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 البلاد النائمية هو دول الـ 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 Selbst 在 الدول الـ الـ لا الـ الـ الational السن الجواز وبيحمله وكل حاجة. فبيبقى عندهم المزuta مستمع الكارديك ببقى كان عندهم لكنهم عندهمش روماتيك فيفر وكمان بتوع بيعيشوا فترات طويلة. لكن احنا عندهم عندنا هارد بيموتوا بدري وفي نفسOk عندنا روماتيك فييفر. فعشان كده عندنا هي دي الكومنست ديزيز. لكن هم عندهم الكومنست هارد ديزيز. هما ال患 طبعا الاسكاميكو. مش عارف الكورانر. يوكده ذو الكوبار قوي دول مش في سن الحمل خالص فبالتالي دول مش والكارديوميوبسي ده extremely rare 32E 33D 34B 35D 33 33 33 A pregnant lady at 36 weeks gestation had undergone a external catholic version for a breach presentation She is known to be RH negative non-sensitized طالما RH negative يادا كاترة لازم بنيديها NTD عند 28 أسبوع لأنه عند 28 أسبوع بيحصل شوية breach للبلسنتا فممكن يحصل exchange between maternal and fetal blood بيحصل sensitization للأم فprophylactic بنيدي عند 28 أسبوع وبنيدي كمان لو عملنا أي maneuver أو جالها أي bleeding during pregnancy يعني لو جالها threatened abortion لو عملنا أي maneuver زي amniocentesis لو عملنا زي external catholic version يعني أي maneuver لأن أي maneuver تكون precipitate برضو some sort of exchange between maternal and fetal blood فبنقلق من sensitization فبالتالي during pregnancy لازم بنيدي عن 28 أسبوع حتى لو ما فيش أي حاجة خالص وبنيديها لو حصل لها أي bleeding أو عملنا أي maneuver طيب العينة دي دلوقتي 36 أسبوع وبتقول إن هي أخدت anti-d عن 28 أسبوع فأنا عمل لها برضو لازم تاخد anti-d يعني مش معنى إنها أخدت عن 28 أسبوع إن أنا عن 36 أسبوع لما أعمل maneuver ما أدي لهاش لأ لازم أدي يعني حتى لو جالها يعني حتى لو جالها سارة من أبوش عن 12 أسبوع وأنا بدت لها تمام جالها بعد كده bleeding عند 24 أسبوع برضو حديلها anti-d جالها مش عارفة عن 30 أسبوع برضو شوي bleeding برضو حديلها anti-d حتى لو كانت وغدا عن 28 أسبوع يعني any maneuver or any bleeding على طول لازم خلال 72 ساعة maximum أدي لها anti-d إيبن لو كانت عن 28 أسبوع وغدا anti-d وطبعا بعد الولادة لازم برضو خلال 72 ساعة تاخد لو البيبي ده كان RH positive يبقى الـ 6D حامل لها anti-d is not needed actually had already received عن 28 أسبوع لا لازم أدي لها برضو عن 36 طالما عملت external كفالك version عن 36 أسبوع 300 anti-d أنا في حد بيسأل حاجة لأن أنا مش عارف أركز في الكلام في حد بيسأل حاجة ده كاترة مش سمع السؤال طب أكمل ولا ولا حد حيث الحاجة طيب طيب B 300 international unit of anti-d at once يعني أدي هلها دلوقتي آه دي إجابة صحيح أنا نعم بربي صح 300 international unit of anti-d if the test of fetal blood group is positive لا لأن أنا كوني أاخد cortocentesis من البيبي ده عشان أعرف هو blood group بتاع وإيه ده بري ريسكي فلكن وإنفايزف فالأحسن أن أنا أدي لها anti-d من غير ما عمل حاجة للبيبي بعد الولادة بقى اللي سهل أعمل البيبي R اعرف هو positive وإنفايزف بالتالي number C is invasive ما بنعمل شكل D بيقول لي 300 international unit of anti-d within 72 hours فهو D أصح من B لأن B بيقول لي at once يعني هو دلوقتي وبس لا هو ممكن لحد 72 ساعة فبالتالي number D بتحتمل إنه دلوقتي حالا أو كمان 4 ساعات 5 ساعات لحد 72 ساعة which is very correct فبالتالي number D ها دي اللي هنمسك ها ونسيب number B آخر حاجة بيقول postnatal anti-d administration only بعد أي maneuver لازم بتداريها anti-d عشان ما يحصل لاش sensitization أوكي من ذلك the presence of S It's not abnormal أنت ممكن أنك تسمعه during pregnancy عادي يعني S3 ممكن يظهر during pregnancy يعني S1 ممكن يبقى accentuated S2 عادي S3 ممكن يبتدي يظهر during pregnancy و to be normal لكن ما بيبقاش إنه abnormal فده عادي ده صح combination of S3 و systolic صح مش abnormal echo is required to make a final diagnosis معلومة صح لو أنا هشك طب هو ده normal or abnormal فلازم هحتاج echo heart the patients need for immediate ICU admission أنا مقارتش السؤال أصلا all findings are normal changes in pregnancy أفندم يعني S4 يعني مش عارف بصراحة بيظهر ولا يا أسام أنا ممكن بس هو S3 آه ممكن يظهر عادي هو بيقول all findings are normal changes during pregnancy هو كل finding normal changes during pregnancy ولا هو need of ICU admission لازم حتب admitted in ICU يعني لو if she is in need in heart failure أو in need for ICU admission حدخلا ICU هي pregnant آه حدخلا ICU هي pregnant عيد فكل دول ممكن يحصل during pregnancy عيد 33 قلنا 34 B 35 D 36 B 37 C 38 D 39 A 40 B 40 B 41 B 42 C 3 40 B 44 C 45 C 46 B 47 D 47 and 8 weeks pregnant primary gravida 23 years old present with intractable vomiting for 3 days duration يبقى كده هي hyper amnesis gravidarum ترى ما intractable يعني على طول على طول بترجع and mark sense of fatigue her tongue is dry وكمان دخلت في dehydration وال uran analysis show ketonury يعني فعلا hyper amnesis يبقى كده محتاجة admission يعني مش amnesis gravidarum اللي هو بتعالج outpatient لأ دي hyper amnesis gravidarum اللي هي لازم to be admitted ونستطب any oral feeding ونبتدي نديلها بقى IV fluids و IV anti-immatics وكده فنعمل لها area self-limiting لأ لأن دي بقى dehydrated وكمان بقى فيه keton in your oral anti-immatics مش هينفع ادلها oral هي قرية ترجع على طول فلازم ادلها بقى انا ازر معها medical treatment prevent oral feeding and give her IV fluids in hospital yes ده number d معنا upper endoscopy is required مش محتاجة upper endoscopy لأن ده conditions ما hyper amnesis gravidarum related للpragnancy فبالتالي محتاجة admission conservative يعني اللي هو treatment للcondition بتاعتها IV fluids و IV anti-immatics ونشوف لو عندها any electrolyte disturbance إن هو تقرقت electrolyte disturbance لو موجود دكتور ولي الhyper amnesis لو ما حصلش في early impregnancy مش يحصل تاني هو ما بيحصلش جار في first remaster لأن هو related لل HCG فال HCG level ده بيبقى موجود في first remaster بعد كده بيقل جامد لأن البلسنتا بتتكون وهي اللي بتسكريت الهرمون فبالتالي بيقل بعد تجي لك مثلا بترجع عند 20 أسبوع تقول لها آه ده hyper amnesis graviderum لا ما يفعش هو الhyper amnesis ده الdiagnos بتاع لحد 12 أسبوع بس في first remaster لكن مش بعد كده فهي كده تبقى أي حاجة غير hyper amnesis graviderum لو قالها ترجع عند 20 أسبوع مع يا آه تماما دكتور طيب آه 48 D 49 E 50 E آه E and Q آه 51 A 52 D 53 C 54 D 55 A 56 A A 57 C 58 B 59 E 60 A آه في حد عنده أي سؤال في الكويز ده دكاترة؟ دكتور أنا كان عندي سؤال اتفضل آه ممكن الفرق ما بين آه 2 و 3 آه آه 52 58 سنة A Post-Menopausal Bleeding First Investigation يعني أول ما واحدة عن ده Post-Menopausal Bleeding Screening بنعمل لها Transvaginal Ultrasound عشان نشوف الإندومتري Thickness قد إيه لو أقل من خمسة ده يبقى أطرافك إندومتريا مش محتاجك حتها وده فعلا المست common cause of Post-Menopausal Bleeding إن هو يبقى أطراف في الإندومتريا لو أكتر من خمسة هو اللي أنا محتاجك حتى طب نمبر ثلاثة بيقول لي Most Essential Investigation أو Gold Standard Essential أو Confirmatory أو Gold Standard طبعا لازم أن أنا أخد عينة لكن Screening Screening هو اللي بنعمل TVS أو Ultrasound فلو قالينا First Investigation أو Screening هو بنعمل Ultrasound الأول عشان نشوف الإندومتريا Thickness لكن لو قال لي لا أخلف عليها النهائية فعلا ماليجننت ولا مش عارف أطرافك إندومتريا مولا إيه يبقى بالBiops تمام شكرا يا دك لا في حد عنده أي سؤال يا دكاترا في الكويز اللي بين إيدينا ده في حد في الشات ممكن 58 و60 طب نشوف 28 الأول لأنه في حد في الشات كان كتب 28 أن شرب أحنا قلناها ولا لا طب 28 الأول Pragnancy is considered Diabetogenic يعني ليه Pragnancy Diabetogenic ممكن يقيلها Diabetes وهي Pragnancy لأنه طبعا البلاسنطة دي بت سكريت anti-insulin hormones ف decrease insulin لا الإنسulin ما بيبقاش decrease دولة حاجة Increase glucose absorption from GIT لا ما فيش increase glucose absorption بالعكس ده هو اللي غلقوس حصل له أمور absorption مش حيبة Diabetogenic حيبة العكس هي increase placental lactogen اللي ان placental lactogen ده one of the placental hormones اللي بتبق secreted من البلاسنطة وفعلا هو ده one of the anti-insulin hormones hemoconcentration ملاحش علاقة بالdiabetogenic إن هي جيلها diabetes polyphasia برضو هي ما بتاكلش زيادة في الحمل يعني إن هو يجيلها سكر فهو بالتالي هو diabetogenic فعلا عشان anti-insulin hormones اللي هي secreted من البلاسنطة اللي هو من ضمنها human placenta lactogen زي number C كان طالب 58 بين مش كده كان 58 صح طب 58 وستين حنقولهم بسرعة 58 35 year old complaints of contact bleeding her pap smear ascus will HPV is positive إحنا في pap smear قلنا لو low-grade scrims intra-epthelial lesion دي بنعملها medical treatment و follow-up لو high-grade اللي هي high-zeal دي بنعملها colposcopy and biopsy طب لو ascus اللي هي atypical cells of undetermined significance على حسب لو هي ascus ومعاها HPV positive يبقى تعامل معاملة ال-high-zeal اللي هو نعملها colposcopy and biopsy لكن لو ascus ومعاها HPV negative يبقى تعامل معاملة اللي اللي هو نديلها medical treat فترى ما دي ascus ومعاها HPV positive يبقى نعملها زي high-zeal high-grade scrimine's lesion يبقى نعملها colposcopy and biopsy كان فيها 60 برضو ولا أنا مخدش باني 45 year old with HIV infection presents with inter-master bleeding and occasional contact bleeding نعملها اي اشتركوا في القناة